وفي خبر آخر أعلن وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية هشام صفيان صلواتي اليوم ثلاثاء الشروع في بناء ثلاثة سفن جديدة من الحجم الكبير خلال سنة المقبلة صلواتي أوضح لدى نزوله ضيفا على الإضاعة الجزائرية أن بناء السفن الجديدة يهدف إلى تعزيز سطول الصيد البحري نتابع تصريح الوزير سنة 2022 كانت سنة مميزة فيما يخص بناء سفن الصيد البحري كان فيه في ميناء زموري بناء أول سفينتين من الحجم الكبير بقدرات وطنية نسبة الإندماج كانت 60% في 2023 رح يكون فيه بناء سفن جديدة يعني ثلث سفن جديدة من الحجم الكبير ثنين بميناء سيدنا يوشع بيتلمسان بطول 37 متر رح تكون أكبر ووحدة كذلك بميناء زموري بطول 35 متر رفع حسة الجزائر للطونة سوف يحفز أكثر لعملية بناء هذا النوع من السفن وكذلك نحن ماضين في استراتيجية جديدة